مرحبا بك عزيز المشاهد في فيديو جديد من قناة شاهد كيف توجد الكثير من الشعارات المتنوعة حولنا والتي نصدفها بين حين وآخر وتختلف شعارات الشركات المتنوعة حسب المنتوجات من الأجهزة المنزلية والإلكترونية وحتى الألبسة والأحديا والطعام وغيرها ورغم كثرة الشعارات وتنوعها إلا أننا على علم بأشهرها وأوسعها نطاقا لكننا لا نعلم السر وراء اختيار هذه الشعارات بالتحديد وما الشيء الذي تخفيه وراءها وفي هذا الفيديو سنتعرف على أهم الشعارات الكبرى وما تحمله من معاني وأسرار مخفية أبل تعتبر من أشهر الشركات المتخصصة في مجال الأجهزة الإلكترونية وهناك أكثر من رواية بشأن شعار شركة أبل الذي هو عبارة عن تفاحة مقدومة لكن المرجحة هو أن التفاحة ترمز للمعرفة باعتبارها المفتاح الذي جعل نيوتون يتوصل لسر جاذبية الأرض والقوانين الأساسية في علم الفيزياء وما يؤكد ذلك هو أن الشعار الأول لشركة أبل كان عبارة عن صورة لإسحاق نيوتون تحت الشجرة التي سقطت منها التفاحة وبعد عام من انطلاق الشركة تم تغيير هذا الشعار بسبب كثرة تفاصيله وتم استحاء التصميم الجديد من التصميم القديم أما قدمت تفاحة فيقال بأنها صممت حتى لا تدل على أنها كرز فيديكس تعد شركة فيديكس من أكبر شركات الشحن حول العالم وإذا أمعنت النظر في شعارها ستجد اسمها يحمل لغزا لا يفهمه سوى القليلين وهو وجود سهما مخفيا بين الحرفين X و A وهذا السهم يعطي انطباعا على سرعة استجابة الشركة والكفاءة العالية في التوصيل والمضي قدما نحو الهدف باسكين بوبينز وهي شركة أمريكية عالمية مختصة في إنتاج المثلجات يتميز شعارها بالبساطة والاحترافية معا بتلك الأحرف الملتوية باللونين الأزرق والوردي وإذا ركزت جهدا فإنك ستجد رقما مخفيا وضع بطريقة ذكية بين أحرف شعار الشركة هو 31 والذي يرمز إلى عدد النكهات التي تستخدمها الشركة في منتجاتها BMW هي شركة ألمانية متخصصة في السيارات بدأت قصة الشركة الألمانية منذ القدم عندما كانت شركة مصنعة لمحركات الطائرات أما الشعار الخاص بها فهو يرتبط بشكل أساسي بصناعة الطائرات التي كانت جزءا من تاريخها لذلك فإن شعارها يمثل مروحة في حالة دوران واللون الأزرق يرمز للسماء أمازون هو أكبر موقع تسويقي في العالم وشعاره هو اسم الشركة وضع أسفله خط برتقالي وعندما ننظر للخط نظن أنها دلالة على ابتزامة يرسمها الموقع والتي تعني رضا العملاء والخدمة الجيدة وفي الحقيقة فإن الشعار يحمل سرا ومعنى آخر وهو أن السهم يبدأ بحرف A وينتهي بحرف Z وهذا دليل على أن الشركة تلبي جميع احتياجات العملاء من الألف إلى الياء عائلة إيواصاكي هي مؤسسة شركة ميتسوبيشي أما شعار الشركة فيمثل النبالة للعائلة بحيث أنه يتكون من ثلاثة ماسات فوق بعضها البعض والتي تمثل النزاهة والنجاح والموثوقية أما لونها فهو اللون الأحمر الذي يعني الثقة كما يعتبر اللون الأحمر جاذبا للزبناء عند اليابانين بيبسي قامت شركة بيبسي بإصدار زجاجات مع شعار مقلوب ومعظم الزبائن ظنوا بأن هذا كان خطأا مصنعيا بسيطا في طباعة المغلفات لكن بعض المتصوقين الذين يتميزون بالذكاء أدرقوا بأن الشعار مقلوب وهو يحمل كلمة إزدد المشابهة لكلمة إزدد والتي تعني ميت وكان هذا احتفالا بيوم الموتى في المكسيك تشانيل كوكو تشانيل صاحبة العلامة التجارية والتي تحمل نفس اسمها قامت بتصميم شعار شركتها خلال إقامتها في نيس في قلعة تاتيو كريمات لذلك يعتقد الجميع بأن الرمزة مستوحى من شكل أقواس تلك القلعة وأن حرفي الاس اس تمثل الحقوف الأولى من اسم القلعة ومن اسم صاحبة العلامة كوكو تشانيل سان ميكرو سيستيمز شركة عالمية متخصصة في مجال التقنيات وأنظمة التشغيل ولغات البرمجة فهي المبتكرة للغة البرمجة جافا التي تستخدم لتصميم برامج الأجهزة الذكية شعار الشركة واحد من الشعارات اللامعة ومصمم بطريقة مبتكرة جدا وقائم على فكرة تكرار كلمة صن بكل الاتجاهات وذلك باستخدام الحرفين يو وإن فقط هونداي قدمت الشركة الكورية على مر عقود العديد من السيارات القوية شعارها هو H وقد يبدو لنا للوهنة الأولى مجرد شعار تقليدي لا يعبر سوى عن أول حرف من اسم الشركة ولكنه في الواقع يحمل معنى أعمق من ذلك فهو يمثل رجلين يتصافح بالأيدي واحد يمثل علامة هونداي والآخر هو أحد عملاء الشركة ممثلة بذلك رضا العميل التام عن خدمات الشركة حيث ترى الشركة نفسها كشريك للعميل وليست مجرد منتج وبائع للسيارات كان هذا هو فيديو اليوم أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر اللايك والاشتراك بالقناة مع تفعيل جرس التنبيهات وشكرا لكم على المشاهدة شكرا لكم على المشاهدة